اشتركوا في القناة التاريخ انا عارف ان فيه مفاهيم ممكن تتصدر من خلال بعض الشاشات او من خلال بعض برامج اليوتيوب فبالتالي ناس تقولك ايه عم ده الاهلي بيتجامل ده الاهلي وقد رحته على الاخر الاهلي محدش بيضغط عليه لا التاريخ هيفضل موجود وهيقف عند اللحظات اللي زي دي ليه لان انا فاكر في فترة من الفترات يقولك ده الاهلي كسب دوري بهدف ملغ لكابتن حسن شحادة تيجي تبص على تاريخ المسابقة وعدد مباراة الدوري وهل هدف كابتن حسن شحادة كان سبب ان الاهلي يكسب دوري ولا زي ما يكسب دوري هتلاقي الموضوع مش كده خالص بس بعد 20-30 سنة بتلاقي نفسك بالدافع لان الكلام تداوله كتير فبالتالي الناس ممكن تصدقوا ما الناس ممكن من قدر ما بتكذب او بتقول معلومة غلط ممكن الناس تصدقها طب النهاردة احنا النهاردة هنقدم معلومة رقمية ولما تتكلم على الارقام لغة الارقام لا تكذب ولا تتجمل امام لغة الارقام ما فهاش بقى اجتهادات لما تقول ان الاهلي 90 يوم بلعبش دوري لازم تقول الاهلي في التسعين يوم دو كان بيعمل ايه لازم تقول ان الاهلي مانوش علاقة بالبيحصل في الدوري مشاكل الدوري دي مشاكل تانية ليه علاقة بالربطة بإدارة الرابطة بالمسابقات بتفاصيل تانية مكنوش عارفين ان فيه دوري سوبر افريقي فيه كاس عالم اندية رغمه والله العظيم احنا هنا من شهر تمانية اللي فات قلنا يا جماعة الاهلي لو الدوري تلعب بنفس النظام على ما ييجي شهري فبراير عشرين اربعة وعشرين لو الاهلي لعب ستة ما تشاط في الدوري يبقى ليكوا حق والله العظيم ده اللي حصل بالنص بس احنا بنشرح للناس بتقولهم اللي هيحصل انه عارف انه هيجي في وقت معايا الناس تقولك تسعين يوم يا عم الاهلي مريح لا الاهلي مش مريح تعالي بقى اقولك على حاجة ممكن تبقى مفاجئة الناس كتير انا مش هعمل قياس على كل فرق الدوري هعمل قياس على حاجة واحدة بس الفرق اللي بتلعب فيه دوري ابطال افريقيا والكونفيدرالية وبتلعب دوري عام وبتلعب بطولات محلية اللي هو من الاهلي الزمالك بيرامد فيوتشر طيب لما تبص على جدول الدوري تلاقي فيوتشر والزمالك وبرامد لعبوا اكتر من الاهلي اوكي وتبص على عرض مباراة الاهلي تلاقي الاهلي لعب سامع مطشاط بمباراة بارح قبلها كان ستة فالناس ممكن تتخيل الاهلي كان مريح لا الاهلي مش مريح خالص تعال بقى وريك الاهلي لعب عدد مباراة قد الفرق دي والاكتر منها بصوا جماعة من خمستاشر تسعة عشرين تلاتة وعشرين كان اول مباراة للاهلي في الموسي لعب سوبر افريقيا مام اتحاد الجزائر بعدها باربع تيام لعب مع المصر في الدوري بعدها بخمس تيام لعب مع سان جورج تسعة بعدها بخمس تيام لعب مباراة مع انبي في كاس مصر اللي هو المسم الماضي اللي هو لسه الفينال مع الزمالك بعدها باربع تيام لعب مطش مع الاسماعيلي في الدوري بصوا بقى من تمانتاشر من تمانية اكتوبر لعشرين اكتوبر كانت اجندة دولية مش محطش يقول لي ده ما فيه تنشر يوم راحة اهو لا كانت اجندة دولية فالاهلي والفرقة كلها كانت مريحة بس لما الاهلي رجع من عشرين اكتوبر لعب ايه بقى بص يا سيدي لعب مع سنبا في تنزانيا اربعة وعشرين بعدها باربع تيام لعب مع سنبا في القاهرة سافر بريتوريا تسعة ساعات طيران بعدها باربع تيام لعب مع سانداونز في بريتوريا رجع في تمانية واربعين ساعة للقاهرة بعد تسعة ساعات طيران لعب واحد نوفمبر مع سانداونز بصوا اللي مش مريح طيب من واحد نوفمبر لاربع نوفمبر اتنين وسبعين ساعة لعب مباراة المولين في الدوري ما تأجلتش بعدها بـ 72 ساعة لعب مباراة سراميكا في الدوري ما تأجلتش بعدها بـ 72 ساعة لعب مباراة الجونة في الدوري ما تأجلتش طيب من 11 نوفمبر لـ 25 نوفمبر كانت أجندة دولية بعد الأجندة اللي كان لعب مع مديامة في دور الأبطال دور المجموعات بعدها بـ 72 ساعة لعب مع سموحة في الدوري بعدها بـ 72 ساعة لعب مع يانجي أفريكانز في الدوري بعدها بـ 4 تيام لعب مع بولوزداد في دوري أبطال إفريقيا بعد كده رحكس عالم أندية بصوا رحكس عالم أندية لعب خمستاشر، تمنتاشر، اتنين وعشرين تلات مباريات في قد إيه بقى؟ في سبعة أيام، في أسبوع جمعة، تلات جمعة مع اتحاد جدة في الومنينسي البرازيلي، أراور الديمونز الياباني ده مين يا جماعة؟ بطل كوبا ليبرتادوريس، بطل أسيا بطل الدورة السعودي شوف المنافسات وقوتها رجع من كس العالم في السعودية رحل إمارات لعب كس سوبر لأندية الأبطال خمسة وعشرين اتناشر، بعدها بتنين وسبعين ساعة لعب مع سيراميكا، بعدها بتنين وسبعين ساعة لعب مع فيتشر وكس بطولة السوبر طيب وإنت بتتفرج على الجدول كده دي فرق عندها رفاهية الوقت إطلاقاً، أنا بس بقول للناس هو على الشاشة وبنسبة ده بالتاريخ الأهلي مكانش في أجازة ولا مريح ولا تسعين يوم في المصيف، اللي كان بيلعب كل تنين وسبعين ساعة مباراة ولما رجع بعد كس الأمم التوقف ده كان في كس أمم، فكله كان أجازة، ما كانش فيه دوري، ولا كس مصر، لعب مع مين؟ لعب مع بلوزات ستتاشر اتنين لعب مع ميدياما تلاتة وعشرين اتنين لعب مع بلدية المحلة سبعة وعشرين اتنين يعني من بعد كس الأمم اللي قال لي لعب تلات مطشاط من بعد كس الأمم فيه فرق تانية ما لعبتش غير مطشين حد بيحسب ده؟ محدش بيحسب ده طب قدوا المفاجأة اللي جاي مين أكتر فرقة لعبت في مصر من أول الدوري ما بدأ لغاية دلوقتي؟ في مصر كلها كل الفرقة اللي في الدوري المصري مين أكتر فرقة لعبت مباريات من أول خمس أشهر تسعة لغاية دلوقتي؟ النادي الأهل لعب كم مباراة؟ لعب خمسة وعشرين مباراة بص الجدول قدامنا ده ودي المباريات الأندية اللي عندها نسبة مشاركات أكتر لأنها بتلعب في كذا حاجة دوري كاس مصر بتتكلم على كاس السوبالاندال أبطال في الإمارات دوري أبطال إفريقيا هم دول الأهل لعب خمسة وعشرين مطش بيرامدز لعب أربعة وعشرين مطش في يوتشر اتن وعشرين مباراة الزمالك كم؟ كم؟ سبعتاشر مباراة سبعتاشر مباراة الأهل لعب أكتر من الزمالك تمن مباريات هل بقى اللي بيطلع يتكلم على الأهل أجازة لأهل مريح الأهل الدوري وضع إيه ويجيب لك كده جدوى للدوري ويعمل لك دايرة يقول لك إيه ده ست مباريات هو ده دوري يا راجل احسب الحزبة صح طلع الإحصائية صح ولما نطلع كده ككباتل منتكلم في السوديو تحليل على عرض مباريات الدوري أو عدد مباريات الفرق المصري اللي عبيتها منذ بداية الموسم اطلع قولي الأهل لعب 25 مباراة يعني الأهل ما كانش في إجازة ولا مريح ولا هو لبوز الدوري هي الفكرة أن محدش عندك في مصر هنا بيعمل تخطيط لجدوى للدوري صح محدش من بدري محضر أنه في كاس عالم وفي دوري سوبر إفريقي محدش من بدري عارف أنه في ارتباطات كتيرة وبالتالي محضرش الكل دا فلاقى نفسه إيه داخل في زحمة وهوجة المباريات فلاقى فرق لعبة 6 وفرق لعبة 14 مباراة في الدوري ولكن مين أكتر فرق لعبة مباراة في مصر النادي الأهل 25 مباراة هاتلي بقى ستوديو أو أي حد يقولك إيه الزمالك لعب 17 مباراة طب هل أنت عندك مبرر أن الزمالك بعدد مباراة القلالية دي 17 مباراة ليه في الدوري ملعبش 14 مباراة أو 15 مباراة محدش عنده إجابة لو عايز تطرح بقى سؤال على الربطة أو على المسابقات أنا قلت لك دلوقتي الدليل للأهل لعب 6 أو 7 مباراة في الدوري كان عنده حاجات تانية طب الزمالك لعب لغاية دولات 17 مباراة منهم مثلا نصهم 8 مباراة بس في الدوري طب إحنا دولاتي في الأسبوع كان في الدوري في الأسبوع اللي 14 شيلي يا سيدي مباراة الأهل والزمالك اتبقى 13 طب الزمالك لعب 8 مباراة في الدوري ليه ما لعبش 13 مباراة زي MBZ وباقي الفرق محدش عنده إجابة هل الزمالك لعنده دوري سوبر إفريقي لا هل الزمالك لعنده كاس سوبر للأندية الأبطال في الإمارات بتقولت السوبر لا هل الزمالك لعنده كاس علم أندية لا طب هل عندك مبرد ليه ما لعبش كم المباراة دي زي باقي فرق الدوري الإجابة عند الرابطة مش عندنا ولا عند حضراتكم ولكن اللي يطلع يتكلم نقشوا الموضوع مهنيا وإعلاميا كده لو عايزين تقدموا مادة إعلامية للناس دون أهواء شخصية لو لقى للنهاردة 17 مباراك تقول لك العكس أقول لك للأهلي فعلا كان بيتجامل ولكن للأهلي أنا قلت لك المباراة كل 72 ساعة مباراة 25 مباراة لغاية دلوقتي ولما طلع حد قالك ده السيتي راح لعب كاسعالم ولعب مباراة أكتر من الأهلي على فكرة السيتي الغاية دلوقتي في الدوري الإنجليزي بس لعب 26 مباراة 26 مباراة عدد مباراة دوري الأبطال أكتر الدوريات هناك ما توقفتش نتيجة أن المباراة متحددة ومعروف تواريخها لكن السيتي لعب 26 مباراة في الدوري يعني الأهل لما لعب توتل لمباراة دي 25 مسافة مش بعيدة مع أن السيتي راح كاسعالم ولعب مبارتين بس ما لعبش تلاتة في ظرف 6 أيام أو 7 أيام دي معلومة رقمية بنقدمة للناس ومش هتكلم فيها تاني خلاص نهاردة بنسجلها هو في التاريخ بتاريخ 28 فبراير قدمنا معلومة رقمية الأهل أكتر فريق في مصر لعب مباراة من أول المسلم أبدا لغاية دلوقتي نقطة ومن أول السطر